اتصدر اسم الفنانة سهير البابلي وده بعض وقت قليل من وفاتها عن عمر النهز 86 عاما اصر صراع طويل مع المرض وتدهور حالتها الصحية بشكل كبير بسبب امراض الشيخوها وخلال الفترة اللي فاتت انتشرت اخبار كتير عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سهير البابلي وقال الدكتور ريدا طعيمة صهير الفنانة الراحلة ان حالتها الصحية ساعت اكتر خلال الساعات القليلة اللي سبقت وفاتها وده بعد تعرضها لغيبوبة سكر قدت الى عدد من المضاعفات وعن وصيتها قال الدكتور ريدا طعيمة زوج السيدة نيفين النقوري ابنة سهير البابلي الحاجة سهير بتوصي بنتها بالقرآن ودائما تطلب منها ان لا تبتعد عنه وان تحافظ على قراءته كما اوسطها باستمرار مقرأة تحفيز القرآن بعد راحلها بالاضافة للمحافظة على ابنائها فهي دائما تدعو الله لهم بان يحفظهم ويوفقهم في حياتهم وقال الدكتور ريدا طعيمة ان الفنانة حريصة دائما على ان تسكر الله حتى في عز مرضها فلم تليها الالام عن ذكر الله حيث انها دائما تحافظ على ترديد بعض الاسقار المحببة لقلبها مثل السناء على الله ومتح الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام دا كان قبل يومين بس من وفاتها وقال كمان ان الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ساعت اكتر ولم تتحسن ربنا يتولها ولا نكف عن الدعاء وسهير البابلي اسمها الحقيقي سهير حلم ابراهيم البابلي مما وليد 14 فبراير 1937 في مركز فارس كور بمحافظة دمياط ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الاصلية للعائلة بمحافظة الدقالية كان والدها معلم رياضيات ونظر مدرسة المنصورة السنوية العسكرية بنين وولدتها ربت منزل وبدت عليها الموهبة في سن مبكر فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت الامر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بان تكون فنانة مشهورة لانها كانت تجيد تقليد الممثلين لها رصيد مصرحي وسينمائي وتلفزيوني من أهم أعمالها المصرحية مصرحية رايا وسكينة مع شدية ومدرسة المشاغبين ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام جناب السفير لحظة ضعفة مع صلاح زلفقار ليلة الأبد على باكيزة وزغلون ومن أهم أعمالها التلفزيونية مسلسل الحقيقة ذلك المجهول مع صلاح زلفقار اعتزلت عام 1997 بعد ارتداءها الحجاب وفي عام 2006 عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة اتجوزت سهير البابلي خمس مرات كان أولها من محمود النقوري اللي أنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين ثم المطرب والملحن مونير مراد وتاجر المجهورات أشرف السرجاني الذي توفى لتتزوج بعضه من رجل الأعمال محمود غنيم كما تزوجت من الممثل أحمد خليل اتجوزت سوق شكرا